يقترب موعد الانتخابات الإسرائيلية فتشتد وطأة الحملات الانتخابية داخل المدن والبلدات العربية وترتفع وطيرة الترقب الحذر لنسبة التصويت في هذه الانتخابات التي تعتبر مصرية للتمثيل العربي في الكنيسة الإسرائيلي في نهاية المطاف الناس ستذهب إلى التصويت لأنها تدرك أن هذه مسؤولية كبرى المسألة ليست مزح وليست غضب شخصي على هذا أو ذاك كلنا لدينا انتقادات على القيادة ولكن أعتقد أن مسلحاتنا الوطنية تحتم علينا أن نذهب إلى الصندوق وهذا يراه الغالبية الساحقة من المواطنين قوائم عدة العربية منها والإسرائيلية اليسارية وضعت شعارات لها ولافتات داخل البلدات العربية في محاولة لجني أكبر عدد من الأصوات لصالحها وصدعوات لدعم الأحزاب العربية وإنجاح أعضائها العرب طبعاً إحنا للحفاظ على وجودنا على أراضينا إحنا لازم نكون بكل صحة نضال مش بس بالبلدية مش بس بنقابة العمال كمان لازم نكون بالكنيسة أعداء الكنيسة بروحوا بحاربوا علشان حقوقنا أعداء الكنيسة بصدوا قوانين عنصرية وفاشية علشان هيك إحنا لازم نكوي صوتنا وتأثيرنا نكويه بتسعة أربعة نروح نصوت ونعطي للأحزاب اللي فعلاً تخدم للمجتمع العربية وفي ظل تعدد المواقف في الانتخابات المرتقبة يبقى التحدي الأكبر أمام الأحزاب العربية هو إخراج المواطنين العرب للتصويت في انتخابات يراهن فيها اليمين الإسرائيلي المتطرف على اختفاء الأحزاب العربية وإنحسار قواتها ترجمة نانسي قنقر